نشرت صحيفة الجاردين البريطانية قائمة بالدول التي حذرت أو قيدت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ولوحظ أن جميعها دول غربية وأفضت الصحيفة بأن بريطانيا هي أحدث دول تحول موقفها بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وفي تفاصيل التقرير إذا ما ذهبنا إلى بريطانيا أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي الاثنين الماضي أن بلاده جمدت العمل بثلاثين من أصل ثلاثمائة وخمسين رخصة أسلحة لافتا إلى أن لندن أجرت مراجعة كبيرة داخلية لمدة شهرين كشفت أن إسرائيل باعتبارها قوة احتلال لم تفي بواجبها في التأكد من إصال الإمتادات الأساسية اللازمة لحياة سكان غزة أما إيطاليا فصرح وزير الخارجية أنتوني تاياني في يناير كانون الثاني بأن روما قررت بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس على إسرائيل في السبع من أكتوبر بالتوقف عن إرسال المزيد من الأسلحة إلى تل أبيب لكنها أكدت احترامها للصفقات المبرمة إسبانيا قال وزير الخارجية الإسباني خوسي منويل البريس في يناير كانون الثاني إن بلاده لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ السبع من أكتوبر تشرين الأول أما كندا وافق البرلمان الكندي في مارس أذار الماضي في اقتراع غير ملزم على وقف مبيعات أسلحة إلى إسرائيل في المستقبل وإلى بلجيكا التي فرضت السلطات المحلية البلجيكية قيودا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل كما أطلقت حكومتها حملة لفرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي وختاما هولندا قضت إحدى المحاكم الهولندية في فبراير شباط بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات F-35 ما تشكله من خطر واضح يهدد بحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي لكن قرار المحكمة لم يشمل القطع المرسلة إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تنقلها بعد ذلك إلى إسرائيل أما الدول التي لا تحضر بيع الأسلحة إلى إسرائيل فهي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والدنمارك